إيخون ويأخونم تيو إذا عديد سوالينا نسوفي سوان غارة ساعة نسل نسل ثلاثة نتمزيغ في إيوان دنصواض السوغماتة في نتيلي زرينغا ننهار ودي تزوارا يخبرو دون غلاف نتونزوث الثجارة وذوس نرنيغ نوزيجو كما لرزيق ميفد غفثوليا نتمسيانت المغارة ثاييرا غلانت لتزريك دي نساتيس 11 دي الولاياتين دوف سو تسكيغ تمرت اللاموريطانية تسينف جيثن الحارما غارثما يخبرو دون غلاف نتونزوث ذكان إي فراسي إيجايريين سوزا لنسان وسط غارة إيجرزن ويرناد ذكان تيمسيان تيزمرنا تلديغ في بورا غارلسوا أقنو مالونة فركان المنتوجات المعروضة متنوعة لشعب متعددة وين أثبتت صناعة الجزائرية كفاءتها بنسبة إدماج جدو هائلة في بعض الأحيان توصل إلى مئة بالمئة وبتالي فهذا المعرض هذه المدينة هذه الولاية مهمة جدا في أجندة وزارة التجارة مهمة جدا في توسيع العلاقات التجارية فيما يتعلق بالتصدير لأن كل منتوجات المعروضة هنا هي منتوجات نحن نعتقد وجازمين في الاعتقاد بأنها لنا فيها طاقة تصديرية هائلة وبتالي إن شاء الله من خلال هذه المعارض خاصة المعرض الموقع سيكون فيه لقاءات لأن المعرض هذا يدوم تقريبا أسبوع مع كل إخواننا من إفريقيا الغربية ونتمنى إن شاء الله تكون فيه لقاءات تنائية وين تبنى اتفاقيات ليس فقط للسوق الموريطاني بل أيضا حتى للسوق الجزائي أكثر من 16 ألف يعني منذ انطلقنا هذه الحملة أكثر من 1600 تاجر متنقل سجل على 15 ألف اللي كانوا موجودين من قبل نحن الآن نقارب 17 ألف وهذا شيء رائع مع نصب عامل جديدة هذا التطبيق يوم عندنا الحملة كان التطبيق على شكل الدخول إلى موقع سينالسي أو موقع الوزارة يعني كان صعب لابد تكون في البيت أو تكون في الإدارة إحنا صدينا تعليمات والإخوة في السجل التجاري مشكورين لبوا طبقوا هذه التعليمات وخلقونا هذا التطبيق اللي يتم حمله في جهاز هاتف نقال اليوم راح موجود نتمنى من كل الشعب الجزائري اللي يحتاج هذه الخدمات يطلع هذه الخدمة في جهازه في الهاتف ويتكل على ربي ويدي هذه الخدمة لفي المئة وعشرين ناشاط اللي راح مخصص لتجارة المتنقلة تسفقوا لتزير دي أربعة وعشرين دي فورار نية لسقواس أسمحتيان تريري ثاني فارساني رقان ذازمز ينجران أفريذي إخول فندقوا سنرنيان الصهد تسذم ساعة مورث نتزير التليزاليان النهارة الثرزاء غريوث التمعن وسيخفلن البترولو تزيد سويا أربعة وعشرين دي فورار الف وتسعمية وواحد وسبعين غار ربعة وعشرين دي فورار جوجالف وثلاثة وعشرين إذا الدال يغميغن التوغنوين ذو قملا لذو ذركان غار للوانيام يارذن ماشي على عياجيان الدقس نتغاوسيوين كفدلان ذو قدام أربعة وعشرين دي فورار اتسيزيغنو طرش نتذم ساعة نتزير والساعة في ذاعة هم مرد دي الغلاث واتساونيز إذا دي غفلق ديش النمو سنوان دي تقانيين دي تخبني سنوان ترك يبلغ الإنتاج الحالي من البترول حوالي أربعمائة وخمسة واربعين ألف درميل وهو في نسق دائما تصعدي في نسق تصعدي وكذلك ينتج حوالي حق الحاسم السعود من الجي بيان ما يقارب 6800 إلى 6900 طن من الغازات المميعة وما يقارب الـ 2000 إلى 2200 طن من الغازات المكثفة الكوندونسة من خصوصيات حق الحاسم السعود يتميز بخصوصيات جولوجية جد معقدة مما أكسبت مهندسين وتقنينين خبرة واسعة في هذا المجال يتربع حق الحاسم السعود على حوالي 3300 كم مربع يمتد جنوبا إلى ما يقارب 120 كم جوار إلى حق الحاسم الأقرب شمالا إلى ما يقارب 140 كم جواريا إلى حقول المكتشفة مؤخرا بحقول تقرد تجمع ثنرنا وسوفاغ يسليغ ويبضغر 43% ذي المياه ذو كفار سغنون الدهذة ذركانة ذي القاز أي جانسة مسنعة ذو أفوذ نيسة دواناني ديريين والهدف من هذا المشروع ومشروع مهم هو معالجة الغازات التقيلة المتحصلة عليها في الحقول المجاورة لرد الشقة والبيريفيري دو تقرد وأيضا معالجة الغازات اللي كانت موش معالجة محليين وحدة الضغط وهي منجزة بكامل المعدات الحديثة حيث يتم ضغط الغاز من 32 بار إلى 90 بار ثم توجيهه إلى الخط الرابع من أجل رفع كمية الإنتاج 52 نيسو قوسان ومازال فدن ويذي قد شان ديسو نترك خس ما قراني عكويران تصوحر نلقاع عهد السيفالان يروج أذل قديش يسنرنان يثم كانت نتزير يرثموران الفراني الصناتراك ضد طونس وزالين اسادي كفارسان يرقان وثفد دزامو للوفرن الصهده يرغلان غار وحريش نتزمر ثم غانتوزر ثير تشريحين نتمتين غذي ثمورت نتزير ثغال ذو غرود سبانة دقس الله لكاثنظان وذي يترانا إمدنن رزون سد ما غاري بارسيون نوستنغس نتوزر ثم غاولي دائما نقول آخر الدواء الكي يعني إحنا العملية الجراحية هي يعني حالة خاصة يعني لحال يعني مرضية ليس فقط تكون عندك زيادة في الوزن ولكن يكون عندك زيادة في الوزن وأمراض أخرى يكون عندك سكري لا يمكن يعني التحكم فيه يكون عنده مشكلة إنسان في قضية التنفس في الليل انقطاع كثير في التنفس ويؤدي بيه حتى إلى بعض الحالات الوفيات يكون عنده فيه مشكلة مثلا ما يسمى العناش ما يسمى الالتهاب الكبيدي يعني هذو حالات يعني ممكن نلجأ لها العملية أما بعد ذلك إنسان اللي عنده زيادة في الوزن ما هوش مباشرة يروح للعملية الجراحية إذا كان شفنا أنه فيه يعني ضرورة لطبعا العملية الجراحية ينبغي تهيئة المريض العملية الجراحية لأنه الإنسان راح نحيوله تقريب ثلثي المعدة تعه فبالتالي لازم نتأكدوا بأن الإنسان هذا يحتاج فعلا لهذه العملية القرار لا يأخذ من طرف شخص واحد الجراح فقط ولكن هي مجموعة من الأطباء يتكفلوا بالمريض هما ليخذوا القرار بصفة جماعية قال هذا المريض ليس له حل آخر غير العملية الجراحية في الحالة هذه ينبغي تهيئته لأنه ينعمل قبل العملية أثناء العملية وعمل طويل بعد العملية خطر أنه الإنسان قلت لك أنه ممكن أولا يكون عنده نقص في مواد كثيرة في الجسم تاعه أنه يصبح كما نقوله إحنا عنده تغذية فبالتالي إحنا ينبغي نراقبه مش نعطيه بعض الأدوية نعطيه بعض الأكلات المعينة النقطة الثانية أيضا الإنسان أنه ممكن أنه حتى هو يرجع يأخذ الوزن كما المرة الأولى وهذا تؤدي به يعني إلى انهيار عصبي أو مشاكل عصبية أو نفسية يقول لك أنا قلتولي عندما ما نقوم بالعملية رايح ننجح ورايح كما نقوله إحنا نتهنم الدواء ونتهنم المرض ولكن راني في نفس الحالة راح تؤدي به إلى اختلالات نفسية وعصبية في فراث نيبارسيونين يوصنغس نتوزارث يبويد تليغة تابورث الثاني قروث وغرايس قرفف ومدان سالة قرزنت هلاغ ذو سدون وبدال إما في فراث سلقاء فوحواج الصفر دقس نتفغست فعصو ينصب دار ثقراني سلقاني جيغاون لهنا تسلوث ترجمة نانسي قنقر